بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد عزا وحبيب المتابعين الكرام أهلا بحضراتكم في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله الفيديو ده موجه لكل من هو مهتم بتربية النعام اسئلة كتير جدا بتجيلنا على القناة وعلى التليفون والواتس ناس عايزة تربي نعام والحقيقة هي معظم الاسئلة بتبقى شبه بعضها او موحدة عايزين اه كاتكيت نعام اه مثلا زكر وانسة او كاتكوت نعام عمر ثلاثة ايام او كاتكوت نعام عمر يوم طيب ممكن اخد مثلا تلت كاتكوت نعام اه يكونوا مثلا اه زكرين وانسة او اتنين اناس وزكر يعني اه وكأن الناس بتعرف ان الكاتكوت النعام عمر يوم او عمر ثلاثة يام بيكون معروف الزكر من الانسة اسئلة كتير جدا فيها لغط او فيها اه عدم وضحف المعلومات بالنسبة للمربين وخصوة ان هم لسه في المرحلة الاولى او لسه بيسألهم او ما يعرفوشي فالحاجات دي كلها ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل ازاي نبدأ مشروع تربية النعام الاسعار نجيبه منين اه العلف المستخدم له اه الاسرة ايه هي لو حبيت اشتري كاتكوت نعام اشتري عمر ايه بيأكل ايه بالزبط طب ايه الامراض اللي بتهدده اه منعته قوية ولا ضعيفة طب ينفع ربه على السطوح وربيه في الارض ده باشتريه يعني عمر تلات يام ولا شهر ولا اسبوع الامور ده كلها ولو جبت النعام هعرف اسوأه ولا مش هعرف اسوأه الامور ده كلها جماعة هنتكلم فيه فيه من خل يعني ونجاوب عليها من خلال الفيديو بتاعنا بتاع النهار ده. بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنقول يا جماعة النعام هو طبعا اه يعني مش هلو نتكلم بنقول هو اكبر طائر على وجه الكرة الارضية ويبلغ طوله من من مترين لمترين اه وتلاتين سنتي او سبعين سنتي بنقول ان وزنه ممكن يصل مية وتلاتين او مية وخمسين كيلو. النعام بعمر لغاية سبعين سنة. اه الحاجات دي كلها طبعا انا مش هكش فيها في التفاصيل. النعام من من انجح المشروعات لان الحمد لله ما فيش حاجة بتترمى منه. الريش بيتباع والريش بيتباع يا اما وحضرتك بتربى النعام بيقع منه ريش زي زي اي طائر اللي هو حضرتك عندك فراخ عندك عصافر الوان عندك عصافر زينة يعني عندك اه بط عندك رومي بطبيعة الحال بيقع بيتساقط منه اه بعض الريش. النعام بقى الريش بتهوق بالذات ما بيترماشي لان في حاجة اسمها ريش لم وحاجة اسمها ريش دبح. ريش اللم يعني حضرتك بتربي النعام كل ما بتسقط منه ريش ريشتين انا بلمهم اه او الراجل اللي شغال معي في المزرعة بيلم الريش دهوا وبيتباع كيلو من سبعمية لتونمية جنيه. اللي هو ريش اللم. لما باجي اتبح بقى النعامة وهي لسه سخنة. بنزع ريشها لان طبعا ما بتبلش مية. ما هيش زي الفراخ. احنا نقول معلومات بسيطة لكن ممكن يكون في كتير بياج هلا. انا ما باتبح النعامة. ما بسلخها شي. اه مباشرة برش. لأ انا بشد الريش كله. بنزع الريش كله الاول. بخليها على الجلد. ويكون الريش لسه لسه الجلد سخنة عشان اعرف اشده. الرش ده هو اسمه ريش دبح. بيتباع الكيلو. ممكن ب الف وماتين الف وتلتمال غاية الف وخمسمة جنيه. لما باتبح النعامة بلاقي في في سدرها قطع الدهن. الوركين بيكونوا لحم صافي. السدر ما بقاش فيه لحم اوي. ولكن بيكون متمركز فيه على الجمل اللي هو في النص العظمية اللي ما بين فردتين السدر بيكون آآ كلها دهن. مثلا من بيختلف من النعامة لنعامة ممكن يبقى عشرة كيلو خمستاشر تمنتاشر كيلو. بتسيح بطريقة معينة. ودهن النعام احنا نعرف ان هو من افضل الدهنات والكريمات اللي بتستخدم في الدهان للتهاب المفاصل. كمان في ناس بتاخد العظم بتاع النعام العظم نفسه. وبيتفرن بطريقة معينة وبتعمل منه صوص زي مسلا الصوص بتاع الرمان آآ او الحاجات دي الدبس الرمان والكلام ده. بيستخدم في مطاعم بحيث ان هما بيتحط على على الاطعمة يدي ناكها كده وآيه وريحة وطعم. جلد النعام بيتبع بالمتر بيتدبغ وبتعمل منه شنط وحزمة واجريبات تلفون والحاجات دي الرج بتعمل منه طبعا آآ مخدات بتعمل منه بعض الكطع في الفستين الفستين الغالية بتعمل من الريش برضو حاجات زينة آآ فهو زي ما قلنا كده النعام ما بترمش منها اي حاجة. يعني المشروع استثماري ناجح بنسبة مية في المية بفضل الله. طب ليه النعام غالي? النعام غالي لان لانه مشروع كويس ومربح ناس كتير جدا وتقدم عليه. فالطلب عليه كتير جدا وبيتزاد يوميا. يعني يوميا نبص نلاقي الناس ما كانتش تسمع عن النعام او كانت متخيلة النعام ما بترباش في مصر. او ان النعام صعب واستحال ان انا اعرف ربيه. لما بيلاقوا ان الموضوع سهل بيحاولهم يطلبهم عشان يربهم. طب بيزداد عدد اللي بيطلبهم لكن العرض او المعروض منه اليه لانه طبعا المعروض محدود كان مزرعة هنا في مصر. ولسه ما فيش انتاجية عالية هنا عندنا بحيث تغطي الطلبات المتزيدة. ده اللي مخلي النعام سياره عاليش. نتكلم بقى عن النعام وبنقول ان كتكوت النعام امتى اجيبه? اجيب كتكوت النعام ابتداء من عمر شهر. عمر يوم ما ينفعش يطلع. يتباع عمر تلات يام ما ينفعش. عمر اسبوع عشر طيام خمستاشر يوم. بيكون لازال لسه في مرحلة الخطر. فحضرتك طالما لسه جديد في الموضوع هيبقى صعب انك تتعامل معه. طبعا المربي او صاحب المزرعة فاهم اه ازاي يستقبله وازاي يتعايش معه الشهر الاولاني. لكن حضرتك عايز مسلا تجيبه اوفر شوية خمسمائة ستمائة جنيه فتاخده عمر تلات اربعة يام. ده غلط جدا. طب انا اشتغل ازاي? انا يكون خرصانة او اه صبة يعني. وما يكونش في اي اه بواكة على الارض. ما فيش تراب ما فيش رمل ما فيش اي حاجة لانه ممكن الحاجات ده تعمل عفونة في امعاؤه. له علف مخصوص له علف مخصوص. العلف ده هو بشتريه من المزرعة اللي انا جايب منها لان العلف دي ملوش مقاييس محددة. العلف دي عبارة عن اه مادة خضراء زي مسلا البرسيم الحجازي في شوية حاجات بروتونات زي مسلا ردة في ده دراء في عليقة في الكلام ده. وفي بريميكسات يعني املح معدنية وبروتين وفيتامينات بنسب محددة. لكن كل واحد واكتهاد. يعني المزرعة الفلانية بتعملها بطريقة مختلفة تماما عن المزرعة التانية مختلفة تماما عن المزرعة الثلاثة. فما ينفعش انا اكون مربي النعام ويجي لحد يشتري مني وبعد كده يروح يجيب عليقة او العلف بتاعه من مكان تاني. بيحصل ضرب ويحصل مشاكل وممكن يحصل نافئ في الموضوع. طيب حل الموضوع ايه? حل ان حضرتك المكان اللي هتشتري منه كتكوت النعام بتشتري منه العلف لمدة شهرين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده بتبدأ مسلا تزداد خبرة تبدأت ايه? بيحصل مسلا مشكلة عندك معينة بتسأل صاحب المزرعة فيقول لك نزود كزا او اخد كزا. او بعد كده هو بديك سر للموضوع وبيعرفك العرف بيتعامل ازا اشتريت كتكوت النعام طيب كتكوت النعام عمر شهر بكما يا جماعة. كتكوت النعام عمر شهر الناس بتنفذ على الفين وتمينمية جنيه. لكن في ناس ممكن تقول لك الفين وخمسمية. لكن هل هو ينفذ ده كل اللي يلزمني? في ناس تقول انا هدي لك كتكوت النعام بالف وسبعمل جنيه. هو طبعا العمر ما ينفذ. لكن ممكن بيربط كلام او بياخد منك عربون وبيشغله ويجي في اخر الموسم يقول لك ده الايه? الكمية خلصت عندي. وانا ما قدرتش اوفى يعني اوفيها لك فخلينا ان شاء الله للموسم الجاي. فاحنا بنقول اهم حاجة اللي ينفذ. فسعر التنفيذ يعني اعتقد انه هو المزبوط بيكون على الفين وتومنمية جنيه. النعام عشان انا اربيه بعمله باخده الاول على يعني حاجة اصبه او صلبه خلصانة مسلا لمدة تلات شهور. بعد كده بنزله على رمل. ممكن بقى برضو على السطوح احط له اه متر رمل او ممكن هيك بقى في حتة فاضي عن دقرات ارض جنب البيت. بحوطه بس بعمله بطرقة طولية. لان النعام بيجري بالطول ما هوش مسلا مربع يجري وياخد يمين ما هوش زي الخرفين او المعيز. ما هوش زي البط والرومي لا. ده هو بيجري بالطول. فانا لو عندي مسلا ااه اراط ارض بحاول الخليه بالطول او اقسمه حتى ملعبين بس يكونوا بالطول. يعني لو عندي مسلا خمسمائة متر فخليهم مسلا خمسين في عشرة. او يعني اخللهم خمسة وعشرين في عشرة وخمسة وعشرين في عشرة. يبقوا ايه? يبقى حاجة بالطول لانوا بيجري في اتجاه واحد. تبقى انا هجاء ربي ان اشتريت مسلا خمس ست سباح حتات عمر شهر. انا عايزهم زكور. لا. الموضوع يا جماعة محدش بعرف ان عامل كان زكر ولا انسى لان هو بيبقى ريشه. كله شبه بعض. ولون بعضه. واحجامهم قريبا من بعضها. لحد مسلا عمر احداشر شهر او سنة. وفي بعض الناس ممكن تعرفوا من عمر عشر شهور ان ده زكر وده انسى. قبل كده ما تطلبش حضرتك انك تبقى عايز زكر او انسى في عمر اقل من عشر احداشر شهر. بعد كده النعام لما بيوصل عند عمر اه سنتين ونص يبدأ يحدث البلوغ او الايه? الكمال الجنسي الانسى. انسى النعام. البلوغ بيحصل عند الزكر عند عمر ثلاث سنين. بنكون الاسرة ده بتبقى الاسرة زكر واتنين اناس. زكر واتنين اناس. يبقى برضو ما ينفعش حد يقول لنا انا عايز اعمل اسرة. زكر وخمسة اناس. احنا بنحط معلومات. آآ يعني لازم الناس تكون حطها في الاعتبار. زكر واتنين اناس. ده بتبقى اسرة بحطهم في ملعب. والملعب ده هم مفتوح وفيه رمل. لكن بيبقى فيه قوضة كده. متعرشة بشوية خشب او بشوية حطب بحيس ان هما بيقايلوا فيها بممكن يعني اسناء ما يكونوا عايزين يعودوا بيعودوا فيها. بعد كده بنقول ان الاسرة ده هيا بتتكلف لو انا هشتريها بقى لو مشانا اللي مربيها. لو انا هشتريها بتتباع من خمسة وستين الف جنيه. الاسرة البشاير اللي هي بتبقى لسه ما بضتش او لسه هطبيط بتبقى الاسرة من خمسة واربعين الف الى خمسين الف. لكن لما يكون في اسرة شغالة. يعني عندي بقى لها تلات اربع سنين او حد هشتري من اسرة بشغالة وبالفعل بتبيض باخدها من ستين لخمسة وستين الف جنيه. النعمة بتبيض مرتين في الموسم او في السنة ممكن تجيب مسلا عشرين بيضة تلاتين بيضة. لكن مش كله بيكون فيه كسر او فيه اه بنسبة مية في المية ولكن ممكن يطلع بنسبة او اول سنة ممكن تطلع بنسبة خمسين في المية تاني سنة بنسبة ستين. المم كل ما تقدم كل ما هيكون يعني نسبة التخصيب فيها اعلى. آآ بنجي بعد كده بنقول لما يوصل النعم عندي عمر حداشر شهر بنطقي مسلا منها زكر واتنين اناس حلوين. تب الباقي عايز ابيعه. ببيعه نعم اي يعني بحطه على الميزان وببيعه صاحي. بقول الكيلو في الوقت ده بيكون بخمسة وتمانين جنيه. يعني ممكن اجيب عشر حتت ربهم عندي ولما يكبروا يوصلوا مسلا عشر شهور حداشر شهر باخد مسلا بنطقي منهم زكرين واربع اناس ودول اسرتين. او تلات زكور ومسلا ست اناس بعد تسع حتت. دول تلات اسر. وبيع الباقي زي ما قلت ببيعه بوزنه ببيعه ايم الكيلو بخمسة وتمانين جينا. بعد كده نوصل لموضوع لحم النعم. لحم النعم طبعا من اجمل واجود وانضف اللحوم. آآ عشان طبعا هو مفيد جدا جدا لمرض القلب والضغط. مفيش فيه اي كولوسترول ولا دهون سلسية ولا الكلام ده. وبرضو عشان الطلب عليه كتير اكتر من العرض بنلاقي لحم النعم غالي جدا بيصل سعره الى متين وعشرين جنيه. لكن لحم النعم مفيد جدا جدا. في نهاية الفيديو. لو حضراتك لكم اي سؤال او استفسار انا تحت امركم. ما تنسوش حضراتك وتفعلوا زر الجرس. علشان يوصل لحضراتك كل جديد وان اتفاعل يبقى فيه تفاعل كويس بالقناة. ما تنسوش تعمل لنا اشتراك في القناة. وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.